الحقيقة صورة الفاتحة لما لها من فضل عظيم فهي صورة تجتمل على كل معاني القرآن الكريم كأنك تقول أن القرآن 114 صورة فصورة الفاتحة يفسرها 113 صورة أي من بعد آمين من بعد ولا الضالين والآمين من بعدها ألف لآميم حتى صورة الناس كل ذلك يفسر في صورة الفاتحة فصورة الفاتحة هي الصورة الكافية وهي الصورة الواقية وهي سورة الشفاء وهي سورة الحمد وهي أم القرآن وهي أم الكتاب وهي السبع المثاني وهي القرآن العظيم كما قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد سماها العلماء ذكر الإمام القرطبي في تفسيره 12 اسماً لسورة الفاتحة ذكرها وبعد ذلك قال العلماء أكثر من ذلك وحتى وصل العدد إلى قرابة 25 اسماً لسورة الفاتحة كل هذه المسميات التي ذكرها الإمام القرطبي في تفسيره كان لكل اسم معنى وكان لكل اسم دليل عليه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام سورة الفاتحة هي السورة الواقية التي تقل إنسان من شر الحسد ومن شر السح سورة الحمد أو سورة الفاتحة هي السورة التي تقل إنسان حتى من يعني التي يرقى بها يعني لو واحد أصابه شيء فرقيته بها فإن هذه السورة التي تقرأها تكون رقية لهذا الشخص وقد أنزلها الله كذلك سورة الفاتحة سورة ما أنزل الله مثلها في أي كتاب آخر غير القرآن الكريم فلم ينزل الله مثلها في التوراة ولا في الإنجيل ولا في سورة إبراهيم وموسى ولا في الزبور لم ينزل الله سبحانه وتعالى واختص بهذه الأمة بسورة الفاتحة واجعلها بهذه الكيفية وبهذه الصورة سورة الفاتحة يعني قيل أن البسملة آية منها وقيل أنها ليس آية من سورة الفاتحة فعلى القول أن صورة البسملة آية من الفاتحة فالبسملة هي قسم من الله تبارك وتعالى لعباده أن كل ما جاء في هذه الصورة هو حق من الله تبارك وتعالى وأن الله عز وجل سوف يعطيه الإنسان ويهب للإنسان إذا كان فيها هدايا أو كان فيها وعد أو كان فيها شيء فهذا موضو الله سبحانه وتعالى سيتحقق بالبسملة التي هي آية من صورة الفاتحة عند بعض الفقهاء طيب هل هي نزلت فعلا في فاتحة القرآن الكريم ولا نزلت إمتى؟ أول ما نزل من القرآن إجماعا هو إقرأ التي نزل على نبي عليه الصلاة والسلام وهو في قاري حراء يقول علماء ثم نزل بعد ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام وهو في مكة بعد إقرأ نزل عليه بصورة الفاتحة كاملة وحفظه إياها وقرأه إياها فصارت هذه الصورة صورة الفاتحة نزلت بعد إقرأ مباشرة قالوا ثم بعد ذلك نزلت مرة أخرى في المدينة ولما نزلت مرة أخرى في المدينة نزل بها ملك خاص غير جبريل عليه السلام ولما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم هذا ملك جاءك من السماء الرابعة جاء يسمعك أو يقرأ عليك صورة الفاتحة أمره الله بذلك فقرأها على النبي عليه الصلاة والسلام هو في المدينة ولذلك يقال أن هذه الصورة التي نزلت مرتين نزلت مرة في مكة ونزلت مرة في المدينة لكن أصل نزولها من جبريل عليه السلام كان في مكة هذه في صورة الفاتحة ثم إن صورة الفاتحة هذه التي يفتتح بها لا شك أنه مدام قد افتتح بها القرآن الكريم فهذا من أمر توقيفي من وضع الله عز وجل للبشر يعني للقرآن فالله سبحانه وتعالى قال لنبيه ضع صورة الفاتحة في مقدمة الصور ضع صورة الأولمية ويجعل بعدها صورة إقرأ ولا قبلها صورة إقرأ وإنما رتب الله عز وجل القرآن ترتيبا بهذه الصورة فرتب القرآن فافتتحه بصورة الحمد أو بصورة الفاتحة لما فيها من الثناء العظم يعني أول ما ننطق به هو الحمد لله رب العالمين نعم